صدق الفريق أول صدقي صبح القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على سفر 11 لجنة قضائية عسكرية إلى عدد من الدول لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج وتقوم اللجان باستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدي للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الذين تجاوزوا سنة 30 عاما وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقا للقانون ومن المقرر أن تبدأ تلك اللجان وعملها اعتبارا من التاسع من مارس الجارية وذلك لكي يتقدم لها شبان المقيمون بالخارج الذين لهم مواقف تجنيدية